شبابا اليوم إن شاء الله محاضرتنا عن الأرذمية اللي هو أكثر موضوع ممكن الواحد يعاني بيه بس إن شاء الله سهلة وإن شاء الله تفتهموا الإن شاء الله الأرذمية قبل اللي نبدي بيها أصلا إن شاء الله حنقصها بارتين اليوم واحد وباتشر واحد نزين عم بتكون شوية أسهل تفتهموا كلها بشكل أحسن نزين اللي رح نأخذ إحنا أصلا بهاسة بالمحاضرة هاي مالتنا هو المطالبين بي لأن حرفياً الأرذمية والدزيزة زيادة الرذمية وأي نوع بيها كان هي عبارة أصلا عن بحر كل الشبير زين فلذت عمقون زايد عمود للدخون زين حاولوا تفهمون اللي انتم مطالبين به زين من الضبطو وابعدياً إذا أحد يحب وتخلي طور نفسه إن شاء الله خير فنبدي من البداية كلش من الconductive system أنت المفروض لازم تعرف النورمل على مو تعرف الأب نورمل شون ديت كون زين حنا نعرف عدنا electrical system conducting system ما الألكتريسيتي موجود عدنا بالهارتز وين هذا كله موجود or embedded كليته موجود sub-endocardium يعني احنا مو عدنا endocardium و myocardium و epicardium الendocardium هو صاير جوا زين هذا شون الفكرة منه هو عبارة عن specialized cells الفكرة من عدها أن تنقلك الكهرباء وأكو عدزان من عدها ش يسوي لك يسوي لك generation للelectricity ليش على مو يواصلون الكتريسيتي للمسلز أو للسيلز والسيلز يسوي لك كونتراكشن أمود الهارتز طول زين كلنا نعرف الأسعي نود زين الأسعي نود موجودة وين موجودة بالرايت أتريام وين موجودة بال بالروف مع الرايت أتريام بالجنكشن ما بين السوبيل الفينة كيفة وروف معالتها زين ومن ثم تطلع من عدها فيبارات تروح لك وين تغذي لك الرايت أتريام أصلا وتغذي لك الليفت أتريام هلو وأكو فيبارات من عدها تنزلك تروح تغذي لك منه تغذي لك ال-AV نود زين ونعرف أنه عدنا فيبراس سكيلتن اللي قلنا الفكرة من عدها أنه يمنع لك أي الكتريسيتي توصلك من الأتريام للفينتريكل زين عمد سوي لك مشاكل كل الكتريسيتي تنتقلك عن طريق ال-AV نود ال-AV نود اللي ها وحنا نعرف أن ال-SA نود هي المين بيسميكر عدنا وهي اللي دومننت وسيطر على كل شي ريت مالتها من 60 إلى 100 ومن ثم وراها يجي ال-AV نود اللي هو سكيلت للأصار من المشكلة هو راح يشتغل زين اللي هو من 40 إلى 60 حسب ما تذكر فالفكرة من ال-AV نود إنه سوي لك دلعي الجزء من الثانية المين للإكتريسيتي قبل ما تدزل للفينتريكل ليش to allow منه ال-Left Atrium تكملك ال-Contraction مالتها وال-Left Ventricle أنه تتملي بال-Blood مزين ومن ثم تطلع من عندها ال-Bundle of His ومن ال-Bundle of His راح تطلع عنا two bundles Left to Right ال-Right تمشي بشكل كامل ال-Left تمقسم لك اثنين Anterior Fasciculus و Posterior Fasciculus مزين فهذا هو في ال-Overview عن ال-System ال-Conductive System يعني بشكل عام ال-Overview وإذا أكو شي ناسي إن شاء الله إحنا رح نذكرها وهي أي دزيز ناخذة إذا رح نحتاجها زين فال-Patient اللي يجينهو بالرثمية يعني شو شن رح يكون حاس زين شنو ال-Presentation مالتها بما أنه هي الرثمية وإذا تخربط لك ال-Electricity إذا تأثر لك على ال-Function مالهارت إذن يجلس سوي لك تمنع لك ال-Contraction وال-Cardiac Output وال-Blood من أنه يمشي فرح يصير عندك أنه البلد يبقى بماكانة زين فيصير عندك باكوردك فيصير عندك دسنية زين يصير عنده pain ممكن palpitation إذا هي كانة سريعة مو إلا ال-Heart مالتوقف زين ممكن fainting dizziness بسعر شنو low-Cardiac Output فكل اللي يسعر للسيمتمز رح تيجي هي مال-Heart زين ال-Patient هو من يجينه يعني ممكن نتشوف ال-Patient هو stable ممكن يكون unstable هذي يعتمد على نوع الرثمية شنو نوع ها هي كانت هل هي benign لو malignant زين على أساس هل-Patient هو رح يجينه أكو مصطلحات أريدكم تخلوها ببالكم وتفرقوا مبيناتهم شنو الفرق ما بين التاكي كاردية والتاكي الرثمية التاكي كاردية اللي هو النورمال هارت يعني ريت مالتنا والكوندكتب سيستم هو نورمال مالتنا دي يشتغل بس الفكرة من عنده انه زيد السرعة مالته مثلاً كان ستين زي السبعين سوى ثمانين وصالهم زين فهذي كل يتشنو تاكي كاردية عبر المية بعد تاكي كاردية اللي ينشنو اللي ينهي من طبما ومن ضمن هو الكوندكتب سيستم مثلاً واحد ديركض المسافة ابعيدة زين وشفت قلبه دي يدوك هذا عنده تاكي كاردية زين ما يقولون تاكي أرثمية شو يدي يقولون عنده تاكي أرثمية من يكون عنده في الدزيز زين طبعاً هي التاكي كاردية يعني هي من ضمن التاكي أرثمية زين بس عمود تفتهمون شون يفرقون بيناتهم تاكي أرثمية ما يكون عنده مثلاً في الدزيز معين بيسوي له increase مثل أتريال الفلتار أو الفيبريليشن البرادي كاردية عكسها اللي هو قلة بالهارت ريت والبرادي الرثمية اللي هي تشمل لك تشمل لنا من ضمن هالبرادي كاردية طبعاً أو هارت بلوك أو أي دزيز أو أي أرثمية إذا ستصيب لك الهارت وسأقول لك decrease بشنو بالريت و Disturbance بالرثم مزين فهذا ني بس عمود بمصطلحة تدخلوها ببالكم شين هي الكوزيز طبعاً هذا هو overview عن الموضوع كلته الكوزيز ممكن physiological وممكن pathological مثل مسالف تاني قبل شوية من قلت تككاردية شخص يركض المسافة بعيدة هاي ممكن ان يعتبروها تكاردمية ونفضة ممنتظة وممدرشين وهذه الأمور أو تكون pathological pathological أي دزيز يصيب لك الهارت ممكن يصيب لك الرثمية كل يتم حرفين يعني ما يحتاج تركزون على أي واحد زين فانتي هاتري تسوي assessment للرثمية شون رح يسوي لها أكيد عن طريق ECG والhotler وهذا المور كل بس أكثر شي هو ECG انت رح تتعامل به زين فلهذا هو اللي احنا رح نركز عليه اليوم انشان رح الرثمية ليش دا صير أو هي شنون دا صير أصلا زين ليش دا صير جلنا أكو كوس شنون دا صير شنون دا صير هي الها سببين ما قالهم ثالث يا أما problem بال formation ما impulse يا أما problem بال conduction زين وكل diseases رح ناخد رح يشوفهم يا أما abnormal formation ما impulse يا abnormal conduction زين فهذين abnormal formation مع impulse من سيكون سببها ممكن سببها من S-A node زين ممكن يكون إذا AV node و و أكفه ممكن AV node تشتغل زين ممكن أنه patient ياخد مثلا drug زين هذا شي يسوي للدراج هو ما كاتبين بالراج شيت امال يقول لك ممكن يسوي لك خفقان و الردمية وهذه الأمور كلية ليش ممكن أنه مثلا يزيد لك البوتاسيوم يلعب لك بال electrolyte فش يسوي لك ممكن يسوي لك early depolarization أو early depolarization يلعب لك بالترتيب مالاتون فيدخلك ممكن patient بحالة الردمية مزيين ممكن قلنا النوع الثاني المشكلة وين بال impulse conduction يعني بالنقل هذا النقل هنان يأما SA node طلعت impulse دزيتها لل AV node ال AV node عطلانة مدزها لل ventricle زين بعد ventricle إلى الله هي تدبر حالها زين فهذا البلوك من نسمي نوع نقطع impulse ما كانت توصل النوع الثاني اللي هو re-entry شنو re-entry هذي يعني هو أبسط شيء نحن نجيه على منوع على AV node تمام AV node قلنا هي عبارة عن group of cells زين وتمشي بها electricity على متشي صعر بها توصل لك المن لل bundle office وتمشي لك زين أو ممكن أنه يكون عندك مثلا شخص عند M-I تذكرون الشخص بالمزة مال M-I قلت لكم من يصير عند fibrous tissue هذا التشو ما يمشي بال electric فتضطر electric على سبيل المثال إذا هذا مثلا هنا هذا مكان صعر بكل fibrous tissue زين وال electric city جايب هذا الاتجاه زين هي من جايب هذا الاتجاه هذا المكان مد يتمشي بال electric city فال رح يصير بي تضطر أنه جزء من هي روح على الصبحة وجزء من هي روح على الصبحة زين وممكن أصلا أنه مو fibrous هو tissue ممكن أنه تقطي فال drug معين أو فال disease معين شي سوي لك هي نفس هال cells اللي مد يمشي بي يصير بها problem جزء معين من يعني شنون يعني إذا مثلا هذا نرسم هيتش زين وعتبروا أنه هذه مكان تتمشي به فالنوع من الخلايا تتمشي الكترا city زين وكان عدنا هنان فد الخلايا هاية صار بها changing ميش بالاناتومical والhistological characteristics مالتها فصارت الكاركترستيك مالتها أنه تتعبر البلس بسرعة أو تبطئ هذي رح يسوي لك البلس إذا هي جاية واحدة من نانة زين واللخ جاية من هالصفحة اللي جاية بهذا الاتجاه الطبيعي رح تمشي وتروح توصل اللي جاية بالاتجاه العكس رح توصل متأخرة فهذا شرح يسوي لك رح يخلي السيلزماتيك يصير بها دي بسبب هذا المكان واللي ممكن انه تكمل وتتلع لك بهذا الاتجاه وممكن انه ترجع لك بالعكس من هذا الاتجاه وظل هي عبارة عن سيركت كاملة حرفيا سيركت تفتار الالكترسي بمكانة اللي انت تعالجها او ممكن ان تقتل الفيشن فهي هاي الفكرة من الري انتري اللي هو اذا تقنوها معناة اعادة دخول انه الالكترسي تتيجي وتتنفصل بصير جزئين يا اما جزء ديمشي أسرع من جزء او جزء ديمشي أبطأ من جزء زين فجزء يصير عدك مو السيلز كليتها بنفس لو كد تسوي لك contraction زين فهذه الشغلة رح تقدي لك earlier depolarization earlier contraction وممكن ندخل البيشنت الرذمية تمام او ممكن ان يكون البيشنت عنده ثينات سوية يعني abnormal formation بال impulse و abnormal conduction تمام اكو شغلة بها صعبة هذن ال mechanism malformation ما اكو ايشي صعب او شغلة خير بذكار شغلة رجعولي هنا طول راني ما خالص راما الهارت ردت بس يعني ال conductive system يكون موجود با سمعوني احنا بوكت ها واحدة من المحاضرات سؤلفت لكم قلت لكم انه contraction من ventricle يصير على three parts زين septum وال apex و ما رأي شنو فانسا خلني نبني علي و نبدي من البداية اصلا ليش هذا دارد احتي لانا اكفت اشياء لازم تعرفوهن شوية رح سأسركم امور بال disease اللي هي شنية سأسركم من رح تضطينا الاليكترسيتي اذا تشوفوها هي اشترا بكل الاتجاهات زين يمنى ويسر وفوق وجو وهذه الامور كلية هن فهال الاليكترسيتي كلها رائحة بهذا المتاشرة لازم لها فد شنون يسمو الفد يعني اتجاف الفد ميديا او محصلة بغضبط بالفيزي يسمو فد محصلة اله زين اللي هي رح يتحكم بها شمنو هال محصلة مالتها الاكثر الكهربائية اللي دا تبشي باتجاه معين يعني شنو معنى كنامي يعني هسه اذا الاسئين ودوين قاعدة بالجنكشي بين السوبرير اتريام السوبرير رايت اتريام والسوبرير دين كيف فهي قاعدت لك شلون قاعدت لك بيش الاتجاه والهارد صائر لك بهذا الاتجاه اذا تبعوها هنالي الهارد صائر بهذا الاتجاه زين فهي اش رح تسوي لك رح تبطيك الاكتريسيتي والمحصلة مالتها بهذا الاتجاه حس وما تقدر انت تسوي Detection Beeman بال ECG فما رح تبين فتعقيبا على كلام اللي قلنا هاذ شرح يسوي لك اذا هو يرسم لك هيت شرح يسوي لك هاذ الحرك اللي هو P زين ليش يرسم الكياه لي فوق وليش ما يرسم ها منبلة او هيت يعني تكون كل يعني 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 بالك مثل الجبل ليش يرسم هيت يعني صار شكلها محدد زين وليش يصير بها prolongation بالرسم مالة ليش ما تصير قريبا لان الكاتريسيتي من تتمشي لكم بالأتريام التايب مال السيل اللي تتمشي لك الكهرباء زين تمشي لك الكهرباء شوية ببطأ فهذا رح يسوي لك من تري الترسم زين هتأخذ شوية وقت الحدمة ترسم وتنزل زين فهذا رح يسوي لك رح يرفع الكه لفوق زين ورح تكون محددة ما رح تكون مثل ابيكس زين صار أو تنت أو صار مثل الجبل أس رح نفرقها من نجينا بال فهذا من تشوفوها تعرفون انه هذي هي النورمال اللي يكون بال المسافة اللي تاخذها من مربعين إلى ثلاث والمربع الواحد اللي هو 0.04 يعني المحصل أمالتها أو ما بين 0.08 و 0.12 سكن زين هاي ليش دالح عليكم بيها لأن هن اللعب كل رح يكون بيهن زين فإذا شفنا المحصل ما للكتريسي تيجي وشلون ترسم P-Wave زين وقصت الالكتريسي إلى الـ AV-Node زين الـ AV-Node إحنا جمنا 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 كل الشبير زين والفكرة منعدة أنه يتبطي لك الالكتريسي لا تخلي تمشي بسرعة على موض افتهم من ريش أن Left Atrium و Pentricle هذه الأمور كليتها زين هاي شون تسوي هذا الشي أنه الـ GroupMile Sales هذا اللي دا قل لك هواية هو عدده كلش 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 شبير وما منظم بطريقة Regular زين لا Regular شون عبال أحد جاء GroupMile Sales ويجع عصر هم بيضو خللنوا بهذا المكان زين والنمبر مال الجنكشن اللي دياناتهم قليلة هم منه هاي شرح يسوي لك يخلي تبطشع هواية جميع الاتجاهات وماني سيلز زين وتاخذ وقت لحد ما توصل لل Bundle Office زين وتكون بها ضعيفة فإحنا هنا ما رح نقدر نسول بيما بال ECG فمن حتيجة الرسم إذا تريد تعرف ال AV نود إش وقت وصل إلى الكهرباء اللي هو وره ما يخلص ال P-Wave يعني ما لل Left وال Right Atrium زين اللي هو هاذ اللي هو يسموها P-R Interval اللي هي هذي هنا تمام هاي صار أوكي راح اللي هي هذي هن هذي هي P-R Interval زين شوا ف هذي P-R Interval هي اللي هتمث لك تمثلك الالكتريسيتي اللي تتمشي لك بالAV نود زين فس صار عدنا صار عدنا P-Wave اللي هي مال منو مال S-A نود وصار عدك شنو صار عندك ال-PR Interval اللي هش راح تمثلك راح تمثلك الالكتريسيتي اللي موجودة بالAV نود زين وراها الالكتريسيتي راح تنزلك بالBundle Office بندل Office تعتبر شنو بارت من منو من ال-AV نود فلذلك راح تكون منضمن ال-PR Interval زين اللي كتريسيتي وراها راح تيجي تنزلك بال-two bundles ال-left وال-right زين اهنا نبوكت احنا سالفن قلنا السبتم بأوش يصير بي CONTRACTION ومن ثم ال-APEX ومن ثم ال-BASE مالتها زين السبتم منو اللي راح يغنذي ال-left لا ال-right لا اللي راح يغنذي ال-right ال-left ليش تطلع منها fiber زين ليش لأن ال-right تكون متغلفة بممبرين وما تطيق أي fibers بهذا المكان فاللي راح يغنذي هي left bundle زين زين من هي راح تسمونه يعني تطيق ال- هاي هاي جدا سور زين تطيق صارت مشكلة بس ثماني اوكي رجع زين احنا هي المكان بالضبط اللي عم تطيق بال-fiber على موش يسوي لك تمطي الكاتريسيتي بيام جزء من السبتم وحنا عدنا upper part وmiddle وال-inferior هي تسوي بال-inferior right زين وال-fiber صال عوين superior left فيعني المحصلة راح تكون بهذا الاتجاه مالته زين بس الشون راح ترسم راح ترسم هيتش اللي هي الكي وي زين ليش الرسمة لي جوا وليش هي هيتش صارت مثل التنت أو يعني كل حادة كل الشار مو مثل بي ليش لان تايت مال السيلز اللي ده سوي كون داكشن كل سريعة زين بنقل الكاتريسيتي فالكهرباء راح تنقل فالقلم اللي دا يرسم رأسهم رفاء نزل زين أو نزل صعد حسب الرسم اللي دا صير خوش فهذا شو سيسوي لك راح يسوي لك الكي ويف زين هي ليش الرسمة لي جوا باتجاه السالب لأن هو أصلا يعني اللي سو هذا بوكت كان عاجب أن يشوف الويفز لي فوق ما عاجب يشوف ها كل بساطة زين فالطريقة اللي خلى بها الاليكتروتز زين يديباع بها على الهارت ويسملك الاليكتريكال بيكتر حاول أن يشوف الويفز هي مرسومة لي فوق فالملخص المفيد ما لات عمو تفتهموهن مثل الرياضيات موجب باتجاه موجب 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 باتجاه سالب باتجاه موجب همين شي سمونا سالب 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 سيكون موجب نفس الفكرة بس نحن دائما نستعمل الاليكتروت موجب وهي الاليكتريكال موجبة فإذا كانت جاية باتجاه الاليكتروت فرح ترسم هي لي إذا كانت رايحة بعيد عن الاليكتروت يعني مثل هذه مال السبتم الاليكتروت هو مثلا على الجست وهي صعدة لي فوق مما ابتعد عنه فهي من تفتعد ايش دي يصير عندك تترسم الرسمة لجوهن فهذا كل يدوخ بهاي السالفة خش وراه وصلت الاليكتريكال يومين للأيبكس هنا اثنين هاتهم الليفت والرايت سيقوم بهاي مالتهم وهذا الاتجاه مالته رح يكون محصلته بهذا الاتجاه بس باعوا الأحجام مال السهم اللي داع رسمه لأن هذي كل يتفيد هس تشوفوها بعدين ليش رسمت أكبر شي لأن الأيبكس هي الأقوى مكان يستطيع بهاي وأكثر مكان بهاي سيلز وأكثر مكان بإلكتريسيتي زين فرح يكون هو المحصلة الشبيرة والي يكون بهذا الاتجاه لأن الكهربائية هي أصلا جاي بهذا الاتجاه وراها رح ترتص لك لفوق زين وراح تسوي لك هنانة زين بالباس اللي هي اتجاه اللي كتريسي مالتها بهذا الشكل زين فهذه احنا من وصلنا للأيبكس صار عندنا عدد زين وتكون شار ليش لان الخلايا ذات مدلك أو تسوي لك الالكتريسيتي بسرعة زين وهي الالكتريسيتي شبيرة وقوية وراح باتجاه الالكترود فصارت شار وباتجاه الالكترود ولي فوق زين بينما جمعت البيس سمول و وتتروح بعيد عن منو عن الالكترود فراح تنزل لي جوا تسوي لك وراح شا حيصير عددك راح يتيتي فاد فاد انتربال هناني اللي يسمو ST سيجمنت ومن ثم الت ومن ثم تروح زين هاي شنو ال ST يتمثلك ال plateau phase اذا تذكرون ما الaction potential هاي من يصير عددك depolarization زين من يخلص بالنهاية اكو plateau phase ومن ثم ينزلك ال repolarization هاي ال plateau two phase راح يتمثلك بالST segment من يكون كل ال ventricle صار بها depolarization وبعدها ما مخلصة صار بها depolarization واقفة زين فما ك الكاترسيتي تتمشي عالم ودي صار بها detection من ECG فاذا راح يسملك يبقى الخط عدل اللي هي ST segment ورا هاي راح يصير عندك راح يصير عندك ال repolarization دا تحاول السيلز انو ترجع طاقتها من جديد تحضر نفسها للcontraction الجاي فاذا راح يسوي لك بما انو الالكترسيتي هنانا مدى تمشي لك بالPorkenji Fibers وذن الSpecialized سيل وانما هي وين موجودة موجودة بالVentricular سيلز نفسها بحالة حالة أبو البي أو الأترية فاذا راح يسوي لك والالكترسيتي كانت جاية كلية المحصلة مالتها باتجاه الالكترسيتي فاذا راح يسوي لك يسوي لك upwards زين wave يسموها T wave زين بس ما تكون شار ليش لأن السيلز اللي تمشي بها الالكترسيتي ما تكون بذيش القوة على موطية كونداكشن سريع تمام فهاذا الP wave ومن ثم الPR ومن ثم الST segment ثم الت segment وراها يبدين كونداكشن جديد للهارت إذا تلاحظون من كلام آنش قلت قلت بالP wave هي الكونداكشن مال منو مال الرايت والليفت تمام وراها رأسا تفارد قلتلكم الQRS هي اللي تمثلك الDepolarization أو الكونداكشن مال منو مال الventricles وراها قلتلكم الت هي شنو يتمثل لنا الري Polarization بس آني ما سؤلفت لكم على شنو الري Polarization مال أتريا ليش لأن الري Polarization مال أتريا يصير during الري مال 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 ventricles اثنيناتهم فراح الكتريسيتي مال ventricles صير overshadowing عليها متقدر تساول detection تمام بالنهاية كان صعب أو ما عرفت أشار حزين ما افتهمتو أوكي إن شاء الله خير إن شاء الله يفتهمتو كل شي تمام هسا شنسوي هسا نجي نكمل تمام ورح نبدئ هسا بالأنواع مال diseases هنأخذ أنواع الموجودات وثم نأخذ واحد واحد ونشوف شون هنعرف هنزين فالري هي أصلا من حتتكون إني ما يمش كل بأي بار من الكون سا نود اتريال سيلز اي في نود مشكلة بال بالفاسق بال يعني البندل of هس left وال right بندل ممكن بال ventricular سيلز نفس هي أي من ذني ممكن أن يسوي لك disease تمام فغلنأخذ overview عن المواضيع بالنسبة للسا نود إذا جي أول وحدة اللي هي المين pacemaker ممكن ش تسوي لك تسوي لك نقصان في المصطلح الحي يضوه شنو يقول لك sinus يعني شنو يعني هذا normal يعني المشكلة بالسا نود سينس bradycardia or sinus tachycardia زين اللي ممكن أصير دو يعني فسترس معين واحد قاعد من امتحان وقلقان وقال بدأ يدوك سريع وعاد كل طبيعي زين مشكلة الثانية من حصير قلنا بالأتريال سيلز زين اهنان قلنا احنا بعج قلنا قلنا الاريذنية يأما problem بالفورميشن مع الامفلس يأما بالكون دكشن زين اهنان احنا جدين صالف على السيلز زين فأكثر الاشياء اللي رح نصالف عليها اللي هي الفورميشن مع من من المن زين فممكن انه يكون عنده فوكس شنو قصد بالفوكس اللي هو السيلز اللي صالفت عليها آني زين بس هاي النوع من السيلز اللي صير ولا هي فايبر ستشو ولا هي فد يعني انت استعملت دراكز أو 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 شي أوكي أكو دراكز يسون هي شي زين على موش تسوي لك انه هاي السيلز تقوم تبطر أو تسرع الكتري اللي تشبه مال conductive system يقوم تكون إلا قابلية يسوي لك conduct و formation المن generation لل electricity فهذا شرح يصير عندك من الس نود اش يسمونه قاعدة تسوي generation لل impulses formation إله ومن أنا هذا يسوي formation فالقال وش رح يسوي عيسي عند a problem رح تخل لك بالردمية زين إذا كانت هذه الفوكس الفوكس زين الفوكس كان إنه موجود هو بس ما سوى لك firing هي سوى لك مرة وحدة زين مرة لمدة تفد 15 دقاق وراها راحت بعد شي شي سوي من يجي كل بيش تقول لك دكتور أنا شك بفلان مكان بفلان ساعة بفلان شي ده سوي شي وقلب على غفلة قام يدوك سريع اللي هو 24 hour ECG خلي تبقى واتبع الفترة طويل حد ما تلقى اللحظة اللي دي صير بها formation لل impulse وتلقى هذي راح يسمو premature atrial contractions زين يعني هو occasionally يسوي لك formation إليه فش دي سوي لك هذي يسوي لك premature contraction بال atrial خوش إذا كان هو continuous firing بس مو بسبب foci سبب شنو سبب loop re-entered cycle اللي هاي اللي سوالة لانعليها لظل الالكترسيتي تفتر بمكانه زين بسبب abnormal sales لو شي هذا شرح يسوي لك يخلي الالكترسيتي تفتر بالأتريام زين وتروح لك كل اتجاهات يعني هي تو وسط ال av node افترت رجعت لك رحت الav node مرت لك افترت رجعت لك رحت لل av node مرت لك فاذ رح يسوي لك سوي لك disturbance زين بس انتو لازم شنو تنتبهون على timing قلنا إذا occasionally ما رح يكون عند problem بس يكون عند premature atrial contraction زين نيت كل فترة إذا كانت هي شوية significant يعني إذا كان loop entrant ممكن atrial flutter إذا كان عند multiple fossai زين وكل يتسوي لك formation impulse بنفس الوقت إضافة للأس إنود مثل الpatients اللي صارعتهم dillation بالleft atrium اللي هي بالleft heart failure وال mitral stenosis وهذا الامور كليتهم كنا دعم شي صارعتهم atrial fibrillation ليش لمن يصير به dillation تغير الانatomical والhistological characteristics مال مال cells اللي موجود بالatria في أدي لك الaffirmation مع multiple fossai اللي الدخل للpatient بatrial fibrillation زين أو ممكن إنه شي سمون إنه هاي مو إلا multiple fossai هي نستوي لك atrial fibrillation ممكن re-entered wavelets or circuits الدخل لك الpatient به هذه الحالة تمام أما ال-AV node أو ال-AV junction هنا أما ال-AV node تقوم تسرع لك زين أو تدخل لك electricity بسرعة أو راح تبطئ الكياه في أما AV junctional blocks زين يا أما supraventricular tachycardia زين ليش قال supraventricular لين مرة جلت لكم آني لكم ال-S-A node والأتري وال-AV node كلها اللي تعتبر supraventricular بال-bundles وال-ventricle بنتعتبر ventricular زين فهنان ليش قالوا paroxysmal لأن ال-paroxysmal هذي تكون خلال يعني همينة يعني شنا نقولكم فترات وفترات يعني occasions زين أو النوع لغ اللي رح توقف لك شنو سوي لك block لل-impulse حسب الدقري ما البلوك يعني هو مو total بلوك زين أكو total بلوك وأكو دقري زين هنس نسالف عليهم تمام أخير شي أن ال-problem وين موجود موجود بال-ventricle زين يأما one foci or multiple foci ويكون occasionally فشي سوي premature ventricular contraction مثل أبو الأترية يأما continuous multiple foci في يسوي لك ventricular fibrillation مثل من مثل الأترية fibrillation زين يأما تكون المشكلة بالcircuit زين والضل الاكتريسي تفتر لك وين بالventricle وداخل ال-patient بتاكيكاردية طبعا هذا كانت منطرم كانت منطرم حتى الداخل ب fibrillation هذا دعم ventricular fibrillation وراها فلذلك هم يريدون يعجور أسن زين فتا overview حتى لو ما افتهمت كل الفكرة زين عزا كلنا رح ناخذ ونصالف عليهم خوش أحد سؤال لحد من نان هكو شي بافتهمت صعب عليكم أوكي ان شاء الله خير زين نبدأ نحن نحن في أول كيس أول problem عدنا أول دزر الردمية زين هو ش رح يسوي لك هو من يجي بالامتحاد طبعا تلاحظون أنه بالردمية منها ندرس هس يكون strip واحد اللي إذا تبع علي ليش لأن أغلب الردمية زين اللي أنت سأل لها يكون البيش نايم بالفراش بالسرير بالمستشفى وإنت عندك continuous monitoring ECG موجود على الشاشة فيطلع لك strip واحد ما يطلع لك lead one و two وجماعتهم ذلك كليتهم زين فداما أغلب الأحيان رح تشوفون strip واحد فهذا إذا تيجي إنت إتباع علي إنت لازم أول شغلة تشوف هل هذا هو regular information multiple impulse لا زين فإذا إنت تيجي تباوع حسن زين هتيجي أول شي هن بين بس التير هتعوف تيجي عليه PQRST اللخ تباوع أكو formation مع P وش تسوي لازم نفس الوقت تشوف length مالته اللي هو أو time مالته اللي هو من two إلى three small squares وراها الPR interval اللي هي تقريبا two to three small squares ومن ثم الQRS هم نفس الحالة two to three وراها ST segment والT wave طبعا أنت تشوف أشكال هن هل هي نفس الشكل اللي تعرف له لا زين والPR ST segment والT wave كليتهن عبارة عن سبعة ونص يعني small square زين هذا الأفرج مالتهم فإنت تباوع تشوف أول شي اللي رح تسوي تشوف الP wave هل هي normal لأ شفت شكالها normal أوكي وراها تباوع شنو على PR interval شون الperiod مالتها تمام ورا PR interval أكو formation مالي QRS لأ لا سبدي زيز الغ رح نفتي ملز نس على هذا شي تباوع موجود زين أكو Q أكو R أكو S تمام وراها باوعت حد الآن تمام أمورك هذا الشيء كله كامل إذا باوعت على البقية رفلي وشفت هم متشابهين ما يحتاج أنه تسوي تصرف نفس الوقت عليهم على البقية هس رح تسوي تباوع التعميم بعيد شوفهم هل هم من تغمين بال يعني يعني بأوقات تكوينهم يعني شلون يعني هس إذا أنت تباوع P هذي متكون بهذا المربع إشكلت فرقها هذه P عن هذه P اللخ تشوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقريب 9 مربعات كبار فرق ما بين P والP اللخ المفروض الفرق ما بين P الثانية والP الثالثة نفسه 9 مربعات هذا لماذا تحسب هل هو الريت مالت ريجولار لو الريجولار زي هس همين أكو يزيز رح ما تسوي قلنا باوعد مني وتشوف الريت شون هتحسب الريت من P لأن P تأكس لك تأكس لك S A node و Atrium هذه الأمور زي فأنت بالدقيقة 300 square large square 300 مربع كبير يمشون جول القلم الذي يرسم بالدقيقة الوحدة فأنت ش تسوي تحسب عدد المربعات الفرق ما بين هاي الP وهاي واتقسم 300 عليه وتشوف الناتز وقد رح يطلال لك فهنا أمم قسم طبعا هو 10 بس أنا حسبت 9 وما حسب 10 ف300 تقسيم 10 طلع لكم شقد الريت طلع 30 هاي أول شاء الله هذا نظام انت هاي الطريقة لسيو بها شفت الريت ورا ش رح يسوي regular لو regular شون أن انتوا من خلال مباوعتكم عرفتوا إنه هو regular شلون regular لأن هاي ال-p-wave شنو followed by PR ثم QRS والT والأمور ما لتا كليتها زين فباوعت علي normal ما بيشي أوكي هذا regular ال-p-wave بيشي لو نفس اللي تتعرف كثل ما رسمناها لا نفسها إذن normal ال-pr-intervals يدقلني 2 to 3 0.12 seconds زين ال-QRS هاي طبعا ال-pr-intervals هاي نفس الحالة زين هاناتهم شاف ال-intervals ما لتهم هاي تزيز سوي general analysis زين ورا هاي تباوع ما كو أي شي لاخ فإذا سألك قل لك شون ال-interpretation المال هاي ال-ACG ورا ما كملت انت ذني كليتهم ش راح تقول لك تقول السين براديكاردية ما كو اي problem بس شنو انو ال-rate ضعيف بس هو كل ش regular عنده يعني المشكلة وين بال-sinus زين فإذا ال-interpretation ما لت sinus براديكاردية تمام زين فإنحنا قلنا قلنا هذا sinus براديكاردية لأن ال-rate normal shape مال regular normal كل ما بي ويف normal QR IS normal ما بي اي مشكلة بس المشكلة شنو انو ال-rate مال تقليل فهذا ش تقول لها sinus براديكاردية إذا قللك سؤال قللك دي فيجي مال from the normal sinus rate تقول لها هي جو 60 فهذا يعني فتش كل ش بديه وبصير هذا المشكلة مال تقليل انو اوكي هي normal ممكن انو تصير هي شي زين انو ال-se note عدك مشكلة بها وده سوي لك شنو firing بس شنو slowly زين فرازم انت تشوف شنو المشكلة وتحاول انتحسنها وتزيد ال-rate مال تقش اكو احد عده سؤال على هالي check case كل شي واضح زين اوكي نيجي للنوع الثاني اللي هي جاب لك هاذ ال-strip تباع علي اوال شي راح سوي اتباع من اليسرة زين اوضح QRS تبدي باوعت عالية شفت ال-p wave زين شفت ال-shape مالتها زين شفت ال-time مالتها اللي ماخدتها زين باوعت shape اوكي shape normal زين period مالتها ثنية ال-thlاثة اوكي seconds ال-pr segment هال قد QRS باوعت مالتها مالتها نفس الحاجة اللي قلتها قبل شوية check كل شي و اكو ذنية هي هي دستور تحفظها ببالك اللي هي وشنو تباوع 30 هم حاسبي زين هاي الرئيس 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 لان كل P كل P ويف يعني شنو كل sinus impulse followed by what by by contraction مع minimal ventricle و formation مع QRS تمام زين P wave شكلها normal QRS شكلها normal time multi normal PR normal كل تشيكة كل انت تشيكة فهنانا اذا شلت انت كل شي normal شن الشغلة الوحيدة اللي شوف بها اختلاف عن normal اللي هي الرئيس اللي هو صاير فوق المية النور هو من 60 الى 100 زين فهذا ش تقول لها حد تقول sinus tachycardia ليش كل شي تشيكة انت هاذا كلي انت normal بس عند الريت عالي فهذا sinus tachycardia والdivision مالت from the normal sinus rate صاير فوق المية هون زين هاذا الاتيولوجي مالت شنو يعني as simple as that ممكن patient يكون stress زين يعني عاد كل طبي او ديتمرن دير كب هاي ممكن يصير عند هاذ الشي زين هاذ قدي سؤال عليه اوكي انشاء الله خير زين نيجي الى كيس لغ نوع لغ patient واقف هو زين قاعد ويا جماعت زين على غاف لصار بكل لابس وراه قام زين راح رجع ماذا شنو صارت اتكرر ثلاث مرة وجاقد تشيكي هاي ربطوها بمحاضرة السين كبي زين شدي يصير عندي بغرما انت طبعا فحص وطولت بي بشغل وهادني الامور كليت هن شليت عندي بال ECG هاذا ال continuous monitoring تشوف formation ما الQRS والP ولهذا كول تنورمال بس على هفلة تشوف خطعة ديل ومن ثم رجع شنو رجع اشتغل هذا شي سمو هذا يسمو sinus pose or شنو sinus arrest زين ليش sinus pose or sinus arrest ليش ممكن في disease لأن أنت من إتباع علي جدي هو من ال condition وال patient يقول لك أنا لم اش بي شي لا عندي أمراض قلب لا عندي شي زين ومن إتباع فأنت شلت من بالك شلت من بالك انه ممكن عم آيو دخل لك ب SST or other diseases اللي توقف الهارد نهائيا صدن cardiac ده المور فب MECG لقيت كل شي نورمال كل شي نورمال بس العافلة صار عد خط عديل ورا رجع لك formation مال impulses كابل زين فهذا يسمو sinus arrest اللي هو إش وقت يكون significant يعني هو ممكن يكون مجرد one second or half second or two second three or 10 أي 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 seconds بس يكون significant ورا three seconds زين هذا patient بحالة خطرة زين وهذا patient اللي فوق three seconds ما تسوي لتريتمنت إلا شنو بتطي pacemaker زين هذا واحد زين إذا كان أقل من two seconds هذا ممكن أنه تمشي على beta blockers تمام وإذا تفاقمت حالتين تحول من ثم إلى pacemaker ويا beta blocker زين حسب الحالة ما للpatient أنت تقيم ها خوش فهذا هو sinus rest وأهم شغلة أنه patient normal والحالة transient أوكي أحد عند سؤال في شي صعب بيه أوكي تمام شاء الله خير زين باعوا لي هنان هذ strip الفوق شنو sinus tachycardia مثل ما عرفنا شون نجي نباوع الفورميشن ما الامبولز والشكل الاكتراسيتي وتقارنها بالبقية وتشوف الانترفل مشكلتك بس بريت ونفس الكلام ينطبق على الجو المشكلة عندك فقط بريت زين ها خليت ها خليتها لانصور اوضح من ذا نيج عمو تقدرون نتميزون نيج يهس الى موضوع الآخ بال sinus بال SA node اللي وشي سمو الس sinus اريثمية يعني انت شنو عندك يعني انت عندك impulses تتكون لك من SA node بس مشكلتها شنو اريثمي ما منتظم هاذا اذا اول لحظة انت تباع علي وبعدك مثلا وانحنا نفس الحالة صارت بغيري اول ما باع علي بدون ما يفكر بدون ما يباوع مثل مسال افنه اش 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 اقول تباع انت على اول formation ما impulse من البدا من اليسر تباع ال shape size time pr نفس الحاجي كورس نفس الحاجي ما شنو تقول اوكي كلها تمام اقول لك بالي على الورا اقول اوكي كلها تمام اقول لك بالي على الورا اوكي كلها تمام فالمفروض انت تنتبه انو انو تشوف timing و space باناتهم تتغير مرة شبيرة مرة صغيرة مرة صغيرة مرة صغيرة زين فهذا شنو الفكرة من عندي انو انت دي صح عندك delay or speed up بالشنو بالformation ما impulse فهنان اش رح يسمو بابا قبل لا شي يسمو انت تيجي اذا تريد تحسب الright اهن ما رح تقدر انو تقيم بشكل صحيح بي و بي مختلفة عن اللخ فداما يخلو له تقدير من طو فد يعني عدد ثابت فهنان هو اش قد حاسبة من 45 الى 100 مزيين حاسبة بهذه الطريقة تمام هذا بالنسبة الright الpey wave كلها normal كلها موجودة والsinus والامور طبيعية الqrs ما بيشي conduction normal المشكلة عندك بالرذم الفوقانيات وين كانت عندك المشكلة بالright قلت لك هذا عالي وهذا ناصي هذا sinus tachycardia وهذا sinus bradycardia وهذا قصة يطفو كله فيصر sinus arrest زين هذا مشكلته مو بالright هذا مشكلته وين مشكلته بال رذم ما منتظن فمن حين نصفه ذاك نصفه شنو نقول regular هذا لا هذا نقول regular irregular زين شون هو regular شون هو irregular بع هاي regular regular شنو أو regular regularity اللي هو المصطلح اللي يستعملوه قصدهم ب شي سمونه الرذم زين والشيب ما لتع يعني خلو اصف الكومياها قبل لا تكون مصطلحات انت اول ما جيت با وعت وشفت انه هاي البي ويف أو كل البي ويف followed by QRS وهاي البي ويف related الهان ل QRS انت حاليا لقيت اول regular اللي هو relation ما بين منو ما بين البي ولي QRS هذا اول regular ثاني regular شنوه اللي هو الرذم هال هي من طب البلس اللي اللي تطلع لا لا هنا نتبع هو اوكي كل بي اللي علاقة بي من QRS فهو regular بس الرذم مالتهم طبيعي او لا لا فهو irregular فاش حتى السباح هم يوصفوا regular irregularity تمام or regular irregular تمام وهم regular بالبداية مال relation و irregular بالنهاية مال الرذم زين احنا مشكلتنا مشكلتنا برد زين هذا هو يعني كاميرا اضل او هذي ممكن اول شغلة انه هم يسوي انهم confusion ويا من ويا sinus pose او الرست هاي وحدة ثاني شغلة هايصير عندنا احنا طبيعي شوكيد شايفين واحد مثلا يتنفس سريع او يبطئ نفسي اتلعوون دقات قلب تختلف يعني شون ديصير بها modulation ديصير بها تعدي ماذا يدر انتبين على هذا شي بس انا من ترى فهايصير عندنا عادي ازاي نفسك تبطئ نفسك وحتى اذا تردون تربطوها شايف مثلا واحد من يكون ب stress شو يقول له يقول اتنفس على كيفك زين او يقول لها قلو اذا اتنفس على كيفك وبعمق زين و شي سمون و اخذ راحتك فشوف شن رأس رأس قلب هدي تمام وصلت حلو فهذا هي السينس الردمية اللي ممكن هي اصلا تصير نارمل زين هذي تريتمنت مالتها يعني يعني انت تسوي اي تريتمنت زين يعني إلا إذا دخل لك الباشن بحالة يعني بردي كاردي و سيفير كونديشين يالله مانما هي نارم يعني ما بيشي بس أهم الشغل اللي تمييز هي الردم راق 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 اوكي تي هنا انشاء الله بأحد عندي سؤال من بداية المنزمة الحد هس نحن نكمل البروبلم زمان الاسع نوت سواء كانت تاكيكاردية براديكاردية الرست او الرذمية حلو ان شاء الله خير ناخذ الجزء اللاخ من المحاضرة ما اليوم قلت لكم طبعا راح قسمها ما راح نكمل ها زين هناخذ هس الجزء اللاخ من المحاضرة اللي هو سوبر بنتريكولر الرذمية يعني احنا وين دخلنا هس احنا عفنا الاس اي نوت زين اجينا على من جينا على الاتريال سيلز فرح نسالف على الاتريال فبريليشن والفلاتر والبراكزيزمال سوبرا فانتريكولر تيكيكاردي زين فنبدأ اول نوع هذا اول واحد زين قبل نقرأ بالحجي وندوخ نفسنا احنا اش تعلم نجي مبارع من البداية تباوع انه هذا الخط مو عدل بتعرجات زين شون عبالك واحد قاعد اخبط زين وراها صعد لك زين صارت لك R حتى Q والS ما وابحات هل قد مشا مشا كل هي معرج الخط وثم صعد لك واحد لاخ اتباوع علي زين انت لا تشوف T صحيحة لا تشوف ST صحيح لا PR صحيح اتباوع وين هم بني اتباوع زين اوكي عوف الريليشن وعوف الشيب وهال امور زين هل هو يعني regular كريثم لا لا باع الردم لا والله مو regular المسافة ما بين واحد واحد تختلف زين فانت تبدي حسب الدستور لبالك تبدي اول شي بالrate اهنان الrate زين انت ينقسم لك زين طبعا ها شوية advance information الrate اذا ريدون يحسب من تكون P أو QRS ما تابع للP شي سمون احنا مو قلنا نحسب P to P interval ونحسب احنا جنسا هنا نحسب الشي سمون ال electricity الطالعة من SA nodes ونشمل ها على الهارت كل بما ان هو كل related الها بس هنان هو مو كل related الها ليش هنان electricity generated بال atria بتكون كل شي هوا توصل لك الى 400 وممكن 650 pulse بالدقيقة زين هاي القلب رح يتحملها لا هي AV نود بنفسها ما رح تتحملها زين شواب بس خاني نكمل زين هي AV نود بنفسها ما رح تتحملها ال هذه الرئيس العالي وال pulses ممكن تعبر لك 200 pulse دقيقة فلذلك هنان انتش رح تشوف ليش كل هاي متعرجة لان انتك هاي impulses تطلع لك من اكثر من مكان لان احنا جعلنا ال atrial fibrillation هذا طبعا هو atrial fibrillation جعلنا على atrial fibrillation جعلنا multiple fossi جعل كل جعل بنفس الوقت وكل واحد يطيك electricity من مكان وكل واحد يسمون المحصلة مالتة ترسم باتجاه شكل فالالكترود من يشوفها باتجاه مختلف احنا جعلنا مو قلنا الاس اين ورسمنا اتجاه شلون والالكترود شان هيقراها زين اذا تغيرت بكانها الالكترود رح يقراها بشكل مختلف ورح يرسمها بشكل مختلف كل واحدة بمكان كل واحد اتجاه المحصلة مالتة الالكترود بالاتجاه هذا ماذا سيقوم لك كل واحد الالكترود رح يقراها بشكل مختلف فالذلك رح تشوفون تعرجات عدكم هي تصار شونا بلك واحد اخبط زين فريت هنا مال الاتريل كل عالي بينما ما ميت عن ذلك الميتين تمام مستحيل يعبر الميتين خوش بتباع البي ويف تقول لا absence يعني not present زين وشنو اللي present عندك تقول ويف بيس لين إذا تباع هي مثل ويف صايرة زين خوش الQRS تقول نور مال هي ما بها شي يعني مشكلة مو بي هي مشكلة وين بالاتريل فهي contraction وهال أمور طبيعي زين الكون دكشن رح يكون variable هنا أنت زين ومزاج الAV نود الAV نود عجبتها تبطب بها الكتريسيتي طب باتلك عجبتها تبطئ بطئتلك فلذلك أنت شرح تشوف رح تشوف الرغولارتي كريثم ما موجودة زين فأنت خسرت الثين خسرت الرليشن لQRS بالP وخسرت من اللغ وخسرت الرغولارتي كريثم فهذا شرح يسمو رح يسمو irregular irregularity نياناتهم irregular يختلف لك عن منو عن السينس الرذمية اللي هو كان regular irregularity أوكي فاللي ميز هذا الديزيز اللي هي irregular irregularity زين كل مهم تخلوها ببالكم خش اللي هي شنو السبب ما l-atrial fibrillation multiple causes هو يصالفنا عليها بكل diseases my heart زين لأن مشكلة مالاته أكثر سبب multiple foci generating من كل مكان أو ممكن يكون عندك re-entered circuit أي parts زين من l-atrial cells وممكن يكون مثلا سيركت واحدة أو سيركتين يعني حسب اللي موجود طبعا زين فعرفنا انه ليش داي يصير عندك ويفي بيس لاين يعني عندك ملتبل فوساي كل احدى المحصلة اللي معلتها باتجاه شكل والالكترو داي يباعها باتجاه مختلف عن اللو بس عدك ويفي بيس لاين مو كل هذا تنتقلك طبعا الريتما الأترية يختلف عن الريتما الفنتركل مو كل هذا تنتقلك الفنتركل مزين الفنتركل شبيهة نورمل هي الكيارة شو ما بيه مزين فالبي راح يشوفها لولا ما راح يشوفها داني الدستور الريت والبي واللي كيوار اس والمدرس شنو هذي الامور كله كوندكشن يكون فاريبو اهم شي اهم شي شنوه الريجيلر الريجيلارتي تمام احد قدى سؤال اكفت شي صعب ها عيني هو احنا من نشوف الريثم نشوف الريجولار هاي مخلي النقطة اولى انه هو الريجولار من اريضة حددة هل هو ريجولار لي الريجولار لو الريجولار لي الريجولار اروح اشوف البي يمها كيو على هذي اعتمد بالضبط اي تمام اللي هو الريليشن مالي كيوار اس البي قبلها زين شوف ذني الثيني تمام اوكي ان شاء الله خير زين اوكي وراها نجي على الموضوع الورا هذا هنانه طبعا واحد همين عنده اتريال فبريليشن زين با اكثر شواني مبين لك مبين لك هنانه بال البي وان بعشان صار لك ويفي بيس لاين زين بهذا المكان زين من بين هي بالبقية هل قد بس غليت لكم يعني عمود تشوفو اذا اتحبوه زين نجي كيس لخ با احنا قبل ان احتيت تباوع وشوف اهنانه هذا تجي تباوع راح تشوف همينة ويفز بس شكلها اكبر زين وعدك كيوار اس كيوار اس كيوار اس مبتاشرة زين تريد تشوف انت شكلهم اتباع البي مدى تلقى الت يعني هم مدى تلقى زين الكيوار اس موجودة اوكي عوف الاشكال عوف التايمينج مالتها والبيريد اتباع على ها اتش يسمونه يعني اذا شوف هي ريجولار كرليشن اتباع اتباع على يعني تايمينج ما بين كل يعني هنان البي مدى تلقاها فيصير الر انتربل يعني من الر للر مو كانت بي بي هسا الر انتربل اتباع مننا اللي هنا تساوي لك مننا اللي هنا تساوي باختلاف كل شبصير فانت قدرت شتساوي طلع الريت اللي هو سبعين بيت بير منت بس المشكلة هنا انت البي ويف ماذا تشوفها بزيان ولا شي سمونه ولا تقدر تخيص التايم اقبالتها ولا هذا شي بزيان وصير عبارك مثل السنون هذا كان ويفي هيج مثل ويفي لا هذا صار مثل السنون ما شنو ما المشط ما العيش يعني سنون ما المشط تبروها زيان فبس تشوف انت هذا شنو وهذا هذا الاتريال flutter زيان اللي هو شا يختلف عن الاتريال ventricle هاي شا الله ثاني شا الله تشوف الرجلار اتمالته كاريليش للبي هو ما موجود بس كاريليش كاريثم زيان يكون موجود او ممكن انه هم اذا اذا يحسبو رح يشوفوا لا طبعا اغلطت كاريليش للبي هو موجود ليش لان اهنان اش ديصير عندك مو اهنان عندك شنو يختلف عن الاتريال فبريليش عندك شو سوي لك تبطيك impulse سوت لك مثلا QRS طبتك impulse ثانية ما سوت ثالثة ما سوت رابعة ما سوت وراها رجعت لك يلا سوت زيان فيعني كل اثنين كل ثلاثة او ممكن كل رابعة impulse يلا رح يتكون عندك الQRS فاني اغلطت انا اتظر اهنان الريد قدرنا نحسبه والريدم يكون بس العيب انو انت عندك circuit زيان هذي يجد تسوي لك تبطيك شي سوماونه electricity فهذا electricity تترسم على شكل سنون ما نمشط زيان مو كل impulse تيجي رح تسوي لك QRS لا ممكن كل ثانية ثالثة ورابعة ذاك وين كان صاعد ذاك كان صاعد لك 400 ل650 هذا الرينج مات هنا لدي ثانية ثالثة بالرابعة يلا زيان فلذلك تشوفو شوية اوضح من ذاك ذاك كل شي مخربط في مرسوم على شكل ويفي هذا شوية ارتب فصار مثل السنون ما المشط زيان البي ويف يكون شكل الفلاتر ويف زيان البي R interval none ما موجودة زيان ماذا تقدر تحسب رأسا P طفار لك R زيان ما كو APR interval اللي QRS هنان تكون 0.06 هذي شوية شي يسمونه جو النورمال لأنه النورمال أخير شي 0.080 زيان interpretation atrial flutter فهيس إذا تريد أنت تميز atrial flutter عن atrial fibrillation زيان إذا تريد كبس تحفظها باوع عليهم ذاك wave baseline هذا صار مثل السنون من مشط flutter baseline هلو ذاك شنو كان irregular irregularity هذا كان هذا لا regular ذاك كان الرأيت ما لنت كل عالي 450 600 هذا لا شجي يصير عندك تقدر أنه أنت كل ثانية ثالثة ممكن رابع يصير عندك impulse هيتكون عندك QRS وتقدر أنت تحسب الرأيت زيان شنو بعد يكون عندك أعتقد أنه هذا هو زيان فذيني هنا النقاط اللي أنت تقدر تميز بها هل هذا arterial flutter أو هل هو arterial fibrillation أحد أدى سؤال أكف شغال صعبة زيان نجي لهذا الآخ مباوع قبل نحتي شي مباوع مباوع هذا من P مرسومة ومن ثم PR وراها QR S وراها شعندك الرسمة لك ST segment ومن ثم T wave مزيان باوع تالي هنزين أوكي عبارة علاخ عبارة علاخ عبارة علاخ normal بس على غفلة صار عدك صار عدك شنو هو صحيح صار عدك انه بعدها normal بس المشكلة شصار عندك هنا صارت عندك Tachycardia على غفلة باع الpatients كان normal وراها الspace بينات بين كل P و P تصغر شوية شوية لحد ما دخل لك شنو Tachycardia هذا من تشوف هذا رأس شي تقول paroxysmal supraventricular tachycardia زين ليش اجزمت انه paroxysmal supraventricular tachycardia لأن بالبداية الpatients شنو كان كان normal 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 وراها حتى من دخل لك بالTachycardia صار عندك بقية الP موجودة بقية الQRS موجودة بقية الT wave موجودة زين فكأن مع بالك صار عنده شيء يشبه التachycardia هسه الرسم مالتها لفوق زين فانت تقدر انه تحسب الrate تقول لها بالبداية مثلا كان فلان رقم بعد زاد وصل لك فلان رقم زين الRegular تمالتي كان regular وبقية regular ليش لك كل QRS ظلت مرتبطة بالP مالتها زين الP مالتها كانت normal وراها صارت none زين QRS interval كانت 0.16 second زين يعني نان يعني أي تهير هو ما صار بيه زين الPR interval كذلك زين فهذا رح تقول ليش paroxysmal لأن مو دائمي تفتين شوان هو شام بأبيعي بعدين دخل بهاي الحالة وهو paroxysmal supraventricular لو ventricular قطي ميها من النهاية قبل لنوصل للventricles إذا تريد تعرف هذا ventricular تكيكاردي لو supraventricular باع على QRS الQRS shape مالتها والtime مالتها الperiod مالتها normal هذا شنو هذا supraventricular زين إذا كانت abnormal هذا ventricular هنا من تباو QRS normal shape مالتها normal related للP-Wave زين فهو paroxysmal supraventricular تكيكاردي زين و كان شنو كان regular طبعا انت ممكن انه عبالك هو دخل بAF او شي زين نتيجة انه صار عند شي سامونه يعني مشكلة بالP-Wave ما قدرت انه مثلا زاد paroxysmal ممثل هذا شوية ممكن تكون واضحة تختفي في فإصار عندك مثلا absence P-Wave زين بس إتباع على الرذم هو regular فهذا مستحيل AF يعني AF هو irregular بينما إذا كان لا رذم ولا يعني absence مع P-Wave ما correlation هذا شنو هذا AF طبعا هي هواية معلومات زين بس يحتاج لها شوية مراجعة وإن شاء الله ستحفظوها زين إحنا ما بقى شي رح نخلص المحاضرة ما لتنا ما اليوم أوكي أحد أدي سؤال زين أوكي بقى هذا البيشينت داخلك شنو supraventricular paroxysmal tachycardia شو أنا عرفني تبع كل الرذم مالتا منتظم مزين فما تقدر تقول هذا AF ليش لأن الرذم منتظم صحيح أنه هنا ما تقدر نشوف ال-P-Wave إحنا بش شنو الرذم منتظم من ما منتظم هذا AF من منتظم هذا supraventricular tachycardia خش أي وصلنا هسا إلى موضوع ال-heart block أنا اللي هنا أنا ورح أقف المحاضرة باتشر أنا مذهبني لأن ما أريد بعد تشبيت المواضيع لأن هندخل به وقت تفاصيل بعد زيان فباتشر إن شاء الله رح ناخذ حياتي قول عبدالله بس رجعلي على ECG القبل آكي قول حياتي هذا مو منتظم أي هو قلت لك regular يعني SVT هذا أي بالضبع بالصبرا ventricle أتكر دي مرح تمام أوكي زين فقلت لكم شباب هي نهاية المحاضرة حقف اللي هنا لأن ما نريد الدخون أكثر هي تفاصيل هواية فأتمنى أن افتهمتوا زين المحاضرة وكانت شوية سهلة عليكم ومو صعبة باتر إن شاء الله ناخذ الهارت بلوك وبقية البندلز بروبلمز مالتها إضافة إلى فأتمنى أن افتهمتوا وشكرا جزيلا لأن حضرتوا فأي أحد عند سؤال أكفت شاء الله ما افتهمتوها كان صعبة عليكم ما وضحتها بشكل زين أوكي إذا هيجي فالحمد الله وشكر وها هي شباب خاصة إلى محاضرتنا نتلاقى باتر ونتتفق على الوقت مع السلام